ملامح الحركة النقدية في الأردن بدأت الحركة النقدية في الأردن متواضعة في البداية طورت شيئاً فشيئاً متأثرة بالحركة النقدية في الأقطار العربية التي استمدت أفكارها من النظريات والمناهج النقدية العالمية وتوزعت الحركة النقدية في الأردن إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتأسيس في دراسة بواكير الحركة النقدية في الأردن لابد من إشارة دور الفعل تأسيس الإمارة في تنشيط الحركة الأدبية والنقدية إذ شكل قدوم الأمير المؤسس عبدالله الأول بن الحسين عاملا أساسيا في بداية ظهور الحركة النقدية في ذلك الوقت فقد عامل منذ توليه إمارة شرق الأردن على رعاية الأدباء المحليين والأدباء الوافدين من الأقطار العربية تجلى ذلك في عدد من المظاهر أهمها المجالس الأدبية التي كان يرعاها في قصري رغدان وبسمان في عمان وقصر المشتة في الشونة وكان من طبيعة هذه المجالس الأدبية أن تجري فيها المطارحات والمحاورات والمناقشات النقدية لكل ما يرد ذكره من أقوال أدبية وكتابات وأشعار وكان عرار له مصطفى وهبي التل في طريعة الشعراء والأدباء اللي شاركوا في مجالس الأمير إلى جانب شعراء وأدباء آخرين أمثل عمر أبي ريشة وديع البستاني نديم الملاح فؤاد الخطيب عبد المنعم رفاعي كانت المساجلات الشعرية تجري بين عرار والأمير عبدالله الأول بن الحسين فيتلقفها القراء والكتاب ويحتفون بها ويعلقون عليها ملحوظاتهم النقدية التي كان لها صداها في تحديد معالم الحركة النقدية في مرحلة النشأة ونشأت حول عرار دراسات كثيرة وتجمعت أوراق مذكرات وروايات حول قصائده فيها ملحوظات نقدية مبعثرة تظل ذات قيمة نقدية لدى الدارسين من زمن الشعر عمل الأمير المؤسس أيضا على تشجيع الصحافة والكتاب النقدية الظهر ذلك في إسهامه بعدد من التعليقات النقدية في افتتاحيات الصحف والمجلات ومما ورد له في مجلة الحكمة مبديا رأيه النقد في الشعر قائلا الشعر كله التفات حول النفس في القديم والجديد ولولو شعور بالخيالات لما كان الشعر والشعر معنى لا ذات فأين المحاسن الذاتية في الخيالات المعنوية؟ اهتم الأردنيون بحركة النقد الأدبي في الداخل والخارج واهتمت صحفهم مجلاتهم بهذا المجال في الثلاثينيات من القرن العشرين فكانت المقالة النقدية في الصحف الأردنية والمجلات ذات حضور دائم إذ في مجلة الحكمة مثلا تتبع الشيخ نديم الملاح أراء طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي محاولا ضحض ما جاء به من أراء حول انتحال الشعر الجاهلي ومن المجلات أيضا مجلة الرائد اللي أصدرها أمين أبو الشعر أما الصحف في هذه الفترة فمنها صحيفة الجزيرة اللي أصدرها تيسير ضبيان وفيها كتب حسني فريز أربع مقالات نقدية بعنوان الأدب الصحيح حيث ناقش في مقالته الثالثة قضية الشكل والمضمون في العمل الأدبي وبين أن بعض الناس يميل إلى الأسلوب المنمق وبعضهم يفضل الأسلوب السهل أما هو فيفضل الأسلوب السلس شوف كم أسلوب أكثر من الأسلوب أما مرحلة التجديد ثم التحول صار في تحول جذري طرأ على واقع الحركة الأدبية والنقدية في الأردن في أوائل الخمسينيات وأوائل الستينيات بظهور مجلة القلم الجديد لعيسى النعوري عام 1952 أسهمت هذه المجلة في تكوين أرضية صلبة لتكون ملتقى الأراء الأدبية والنقدية واستطاعت استقطاب أقلام عدد من رموز الأدب والفكر داخل الأردن وخارجه من أمثال إحسان عباس وناصر الدين الأسد وعبد الوهاب البياتي إلى جانب هذه المجلة صدرت الكتب التي أسهمت في إثراء الحركة النقدية في الأردن في هذه المرحلة فقد صدر كتاب الحياة الأدبية في فلسطين والأردن عام 1950 لناصر الدين الأسد ومن القضايا النقدية فيه وحدة القصيدة وهي عند الكاتب لا تنبع من وحدة الموضوع بل تنبع من الجو النفسي الذي تنقله إلينا ومن حركة وجدان الشاعر وتنامي مشاعر صدر أيضا عدد من الكتب النقدية لعيسى النعوري منها إلي أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث عام 1951 ولياس فرحات شاعر العروبة في المهجر عام 1956 وأصدر يعقوب العودات البدوي الملثم كتابه عرار شاعر الأردن عرض فيه لحياة الشاعر ومضامين شعره ومظاهره الفنية مستفيدة من المنهج التاريخي في درس الأدب أما إحسان عباس فقد أصدر فن الشعر عام 1955 وتعرض فيه للنظرية النقدية في الشعر منذ أرسته مرورا بالرومانسية والرمزية وصولا إلى الواقعية وعرض أيضا لأهم الأراء النقدية التي تبنتها المذاهب الأدبية المتنوعة في مهمة الشعر وقد عبر هذا الكتاب عن خبرة الناقد والطلاعه الدقيق على الأداب الغربية في إطار تأثر النقد الأدبي في الأردن بأهم الاتجاهات الأدبية في العالم جاءت ترجمة محمود السمرة لكتاب القصة السيكولوجية لليون عام 1959 إذ تناول هذا الكتاب علاقة علم النفس بفن القصة وفي بداية الستينيات ظهرت مجلة الأفق الجديد لتحمل طلاع التجديد الحقيقية فقد حرصت هذه المجلة على تخصيص صفحات للنقد الأدبي وقد نشأ عن هذا توظيف المفاهيم النقدية الجديدة في الأدب الأردني هون اتطور الأدب أو حركة النقد في الأدب العربي من أشهر النقاد الذين برزت أسماؤهم في هذه المجلة له مجلة شو؟ مجلة الأفق الجديد وواصلوا مسيرتهم الإبداعية عبد الرحيم عمر جميل علوش خالد الساكت أحمد العناني وأمين شنار وبع انقطاع هذه المجلة صدرت مجلة أفكار عام 1966 وخصصت للنقد مساحة عريضة فيها حتى وقت للحضر شهد عقداء الستينيات والسبعينيات إنشاء عدد من المؤسسات التي ساعدت على تطوير النقد الأدبي في الأردن من أهمها الجامعات أول نقطة أدى تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962 إلى إيجاد بيئة نقدية تعنى بتدريس الممارسات النقدية في ضوء النظريات النقدية الحديثة وقد أدت جامعة ليرموك التي أنشأت 1976 المهمة نفسها ساعدت هذه المؤسسات العلمية على ظهور دراسات أكاديمية تعمل على دراسة الإبداع الأدبي ضمن معايير المنهج العلمي وظهور الدراسات النقدية المتخصصة النقطة الثانية التي ساعدت على اتشار النقد ودعمه هي رابطة الكتاب الأردنيين التي أنشأت عام 1974 ساعدت رابطة على توسيع البيئة الثقافية التي تهتم بالأدب ونقده عبر آراء كتابها وإقامة الندوات ومشاركة في المؤتمرات الأدبية والنقدية يعني نقدر نحكي إذن أن النقد الأدبي في هذه المرحلة تميز بظهور عدد من الجامعيين المتخصصين في النقد الذين كان لهم إسهاماتهم بالتدريس أو بالتأليف الكتب النقدية في الارتقاء بمستوى النقد وإعطاؤه الصبغة العلمية المتخصصة وبلورت مفاهيمه وضبطها مثلما تميزت هذه المرحلة بتأثر النقاط بما كانوا يقرؤون من آراء في النقد العربي القديم وفي النقد الأوروبي الحديث وقد بدأ هذا واضحا في كتاباتهم وآرائهم النقدية وأبرزت المرحلة عدد من النقاط ذوي الشأن مثل إحسان عباس وناصر الدين الأسد ومحمود السمرة وعبد الرحمن ياغي وهاشم ياغي ويوسف بكار وناصرة عبد الرحمن وخليل الشيخ وعلي الشرع اللي كانت لهم جهود واضحة في التأليف والترجمة والتحقيق في التراث النقدي ساعدت على إيجاد بيئة خصبة لإنشاء مؤسسات تعنى بهذا الشأن